هذا السال يقول ما حكم تأجير مسكن للغير بسعر أزيد من قيمة العقد المؤجر به وما حكم التأجير قبل امتلاك العين من المالك يجوز للإنسان أن يؤجر ما قد استأجره فإذا كنت قد استأجرت عينا على سبيل المثال استأجرت عمارة كاملة فيجوز لك أن تقسمها شغاقا وتقوم بتأجيرها ما لم ينصف العقد لأنه لا يحق لك ذلك إذن الأصل قاعدة أنه يجوز تأجير المستأجر أي شيء العين المستأجرة يجوز تأجيرها لا أشكال في هذا الأمر نعم يجوز أنك تعجرها بأكثر من قيمتها أو بمثل قيمتها أو بيقل من قيمتها المسألة فيها سعة فأنت بينك وبين المؤجر الأول عقد وبينك وبين المستأجر الثاني عقد آخر فلا إشكال ولا ارتباط بين العقدين فيجوز تأجير المسكن المؤجر بأزيد من القيمة التي استأجرتها به وبالنسبة لحكم التأجير قبل ابتلاك العين من المالك يجوز من الفوارق بين عقد التأجير و عقد البيع أن عقد التأجير يجوز أن يكون على عقد على عين لم توجد بعد نسميه موصوف بالذمة يجوز إبرام عقد الإيجارة على موصوف بالذمة أما بالنسبة للبيع لابد أن يتكون العين حاضرة لابد أن تكون العين موجودة وإلا لا يصح البيع فنقصد بالوجود والحاضر أن تكون حاضرة أي أنها موجودة وليست ستوجد في المستقبل الإيجارة يمكن أنك أنت تستأجر شقة في مبنى لم يبنى بعد هذا جائز وهذه من الفوارق قد يكون موجودا في الانترنت لكنه موجود في المكتبات هناك بحث أو رسالة كتبتها مميزات عقود الإيجارة عن عقود البيع هناك عدة مميزات تقريبا عشر مميزات هذه المميزات تختلف فيها الإيجارة عن البيع ومن هذا الجانب أنه يجوز أنك تؤجر أو تستأجر قبل أن تظهر هذه العين